اتفق رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تخصيص يوم الهلال الأحمر الخليجي وتنسيق وتوحيد المواقف في المنظمات الإقليمية والدولية وذلك في الاجتماع الثالث عشر الذي انطلق اليوم في مملكة البحرين المزيد من التفاصيل مع زميلة خولة لغرينيس في سياق التقرير التالي تستضيف مملكة البحرين وعلى مدار ثلاثة أيام الاجتماع الثالث عشر لرؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تم الاتفاق على تخصيص يوم للهلال الأحمر الخليجي وتنسيق وتوحيد المواقف في المنظمات الإقليمية والدولية بين الجمعيات الخليجية الست أهم قرارات اجتماع اليوم لكبار المسؤولين في جمعيات الوطنية من الهلال الأحمر والصري من الأحمر لدول الخليج وهو الاعداد لاجتماع الرؤساء الذي سينعقد في تاريخ 14 هي تنسيق المواقف المشتركة بجانب تحديد يوم 23 أكتوبر هو يوماً للاحتفاء يوم الهلال الخليجي بالإضافة إلى احتمال الاستراتيجية التنظيمية للجمعيات الوطنية وكذلك مناقشة المشاريع المشتركة لتقديم الإعانة والإغاثة للاجئين جهود متواصلة بين الأهلة الخليجية لتنسيق الجهود هذه والخروج بمقترحات وقرارات إن شاء الله تخدم المجتمع الخليجي ككل سبق أنه تم المشاركة في عدة مشاريع مشتركة بين الأهلة اليوم من أهم الأمور أيضاً عندنا اللي هو تاريخ إنشاء الحركة هذه أو الاتحاد المنسمي الخليجي وأقر الآن تاريخ 23 عشرة إن شاء الله من كل سنة راح يكون فيه احتفالية باليوم الخليجي والذي هو صادف تاريخ 23 عشرة التوصيات التي خرج بها رؤساء الجمعيات في يومهم الأول تمحورته بشكل أساسي حول مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الهلال الأحمر بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين الأمانة العامة والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تأكيد أيضاً على العمل التطوعي الخليجي لأبنائنا وشاباتنا الخليجيين في ميدان العمل الإغاثي والإنسان سواء على المستوى المحلي أو مستوى الدولي سينعز هذا الدور لمشاركة المرأة الخليجية في العمال التطوعية سواء على المستوى المحلي أو مستوى الخارجي واليوم تم الاتفاق على عدة خطوات تدعم هذا التنسيق وتدعم التعاون الخليجي في مجال الهلال الأحمر وعمل الهلال الأحمر إن كان في الميدان الداخلي أو في الميدان الخارجي الأزمات العربية وللأسف تتوالى والجمعيات الخليجية جمعيات الهلال الأحمر الخليجي الحمد لله أبدت قدر كبير من عملية التعاون فيما بينها للتخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين في هذا الاجتماع استعرض الأعضاء المشاريع الإنسانية المشتركة وجهود هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس في مختلف المجالة المتعلقة بالعمل الإنساني بالإضافة إلى التنسيق وتبادل المعلومات مع مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين